السلام عليكم اهلا بحضراتكم في تدريبنا الجديد المهاردة نهاردة ان شاء الله هنستكمل تدريبات الـ Powerpoint التدريبات اللي كنا بدأناها قبل كده لو حضرتك عايز شوف التدريبات السابقة هتلاقيها دلوقتي ظهرت لحضرتك في الآي اللي فوق الفيديو هنبدأ دلوقتي الجزء الجديد من التدريب الحاجة اللي بعد كده بقى الـ Animation لو انا عايز اعمل Animation عايز اعمل حركة عايز بقى بدل محرك الكلام ده بطريقة المورف لا انا عايز احركه بطريقة تانية فلو جيت هنا اخترت اي Object موجود عندي اقدر اللي انا اعمل Animation معينة ولكن خليني بس اجيبه جوه الصورة بتاعتي جوه السلايد لو انا جيت عايز اعمل له Animation الـ Animation دي في منها 3 حاجات في حاجة اسمها Entrance Emphasize وExit وطبعا فيه Motion Bus فيه 4 حاجات الـ Entrance ده الدخول بتاع الـ Object الـ Object ده هيظهر جوه الـ Powerpoint ازاي Enphasize ده نوع من انواع التأكيد حضرتك بتعمل Stress على الـ Object اللي انت عايز تعرضه وExit هو الخروج بتاع الـ Object بتاعك وممكن كمان تعمل مش هنباص حركة يعني انت لو عايزين نعمل الحركة اللي احنا عملناها خلينا اقولي اللي ده يمشي كده وده يمشي كده فقدر راجي من هنا اقوله ان عايز مش هنباص اقوله Line واجه اقوله ايه طبعا هو نزل لتحت طبعا انا حاجة هنا Line هتحكم في الـ Effect بتاعه اخليه يمشي ايه يمشي Lift او يمشي Right معايا فانا اخليه يمشي Lift فهيبدأ يمشي Lift فاقدر هنا كمان ادوس عليه واتحكم في الباص بتاعه اهو اجه اسحب هنا الباص ده واخليه يمشي كده اهو فكده اخليه يمشي لغاية اخر السلايد واقدر اجي العربية ده هيت نفس الفكرة ادوس هنا على Motion Pass بس المرة دي بقى مش هخليها تمشي خط مستقيم لا انا ممكن اخليها تمشي Arc ممكن اخليها Turn اخليها تلف حواليه نفسها او Custom Pass هخليها تمشي المرة دي Custom هاجي هنا Custom Pass وهاجي بالCustom Pass بقى ارسم لها خط الحركة هتمشي كده بعدين هتطلع فوق شوية تمشي كده بعدين هتنزل فوق شوية تحت شوية وتمشي كده بعدين تطلع كده وتكمل فزي ما انتم شايفين انا كده رسمت لها الباص اللي هي هتمشي عليه وطبعا عشان الكلام ده ما يمشيش بسرعة لازم اجي هنا من الDuration واخليه مثلا على اقل مثلا ايه اه 15 ثانية واخلي الحركة بتاعة الشخص ده برضو اه مثلا اخليه تنقل للناحية التانية في 10 ثواني فلو جد دلوقتي عرضت الPresentation بتاعتي شايفين الاتنين موجودين مكانهم مجرد ما ابدأ ادوس هنا هيبدأ الشخص ده يتحرك والتانية ما تحركتش بغاية لما يوصل للحتة بتاعته حدوس هنا click تانية هلاقي العربية بتاعتي بتاعت تتحرك على المصاري اللي انا رسمتها لها طلعت فوق مشت فوق نزلت تحت خالص وبعدين مشت شوية وبعدين طلعت فوق فانا كده رسمت لها المصاري اللي هي هتمشي عليه ليه الاتنين ما بدأوش مع بعض لان بمنطقة البساطة انا هنا اقيل له اللي الحركة دي على click on click وده هنا on click فلازم ادوس click لكن انا اقدر اتحكم في الكلام ده لو انا جيت هنا مثلا خليت اللي ده هيمشي الاول ودي عايز هتمشي معاه فممكن اجي بدل ما اقول له on click اقول له with previous with previous يعني اول ما ده يتحرك دي تتحرك في نفس الوقت او حاجة تانية اقول له after previous after previous يعني ده هيتحرك الاول وبعد ما يخلص حركته بالكامل التانية هتبدأ تتحرك من غير ما دوس على ال click فكده عندي on click with previous او after previous فخلينا كده ان نخليهم هما الاتنين يتحركوا مع بعض فلو جيت شغلت بقى تاني full screen وجيت دوست عليه حلاق الاتنين ده بيتحرك في مصاره وده بيتحرك في المصار التانية او مخبطوش في بعض كويس فانا كده ايه عملت المصار اللي انا عايزه وعملت الانيميشن اللي انا عايزها والحاجات دي اقدر اهندسها بالثانية فكده ايه ده جزء ال pass ده جزء الموشن pass لكن انا غسلا ممكن اجي من هنا اقدر اتحكم في الايه في الدخول والخروج بتاع كل object من دول فلو جيت مثلا نقيت المايك ده وجيت هنا دوست على الانيميشن في عندي هنا ابير ابير ده يظهر طيب معنى اللي انا دوست ابير معناها اللي هو اساسا مش موجود ما هو الحركة بتاعته دخول فهو معناها اللي هو من الاول مش موجود لو جيت عربت البرزنتيشن دي بص كده هو مش موجود لان انا مديله ابير فلما اجي دوست على الماوس هيبدأ يظهر فده هنا فكرة الابير اللي هو يظهر طيب ممكن بقى اعمل كزا حاجة اذا شايفين مجرد ما بعمل اي حاجات تصر هنا هنا فيد اهو هنا فلاي ان يبدأ يطير وبما انه فلاي ان اقدر اتحكم فقدر مثلا اجيب ده كده اجيب ده من الليفت واجأ دوست على ده واقول له فلاي ان تاني واجبه من ايه من فوق واقدر اجيب ده واقوم جايبه مثلا اهو اعمل له فلاي ان واجه اجيبه من الايه من الناحية اللي هي دي كده واجه اجيب ده كده واجه اعمله fly in واجه اجيب ده من الايه من الجنب التاني فبص كده لما اجي اشغل الانيميشن بقى بتاعتي انا كده بمنطال بساطة بدل كلهم قبير يبقى بايدفلتوا مش موجودين لانهم لسه دخولهم ما بدأش مجرد ما دوس ماوس ادي ظهر الاولاني جي من هنا التاني جي من هنا التالت جي من هنا الرابع جي من هنا فطبعا اقدر اللي انا اوظف الكلام ده في الشرح يعني انا هقول الاول المايك المفروض بيبقى مقفول يعني لو رجعت كده تاني او الملصاق بتاع التدريب بتاعنا ان المايك في الاول لازم يكون مقفول لو حد عنده اي سؤال ممكن يعمل ريز هانت او بمنطال بساطة ممكن يسأل سؤال بتاعه في الشات وعايز الناس تبقى مركزة وامتابعة معايا فبمنطال بساطة هخلي كل دخلة مع النقطة اللي انا بتكلم عليها بدل ما كل حاجة تظهر مرة واحدة وزي ما نشايفين هم مترقمين واحد اتنين تلاتة اربعة ده ترتيب الدخلات بتاعتهم لاني اقدر اغير الترتيب لو انا جيت هنا في animation بين بقى عندي هنا ايه واحد اللي ده ده حيدخل اتنين تلاتة اربعة طب انا ممكن اخلي ده يدخل اول انا عايز اول حاجة ممكن اقول انا عايز الناس تكون مركزة معايا فقوم خلي الفوكس ده اول واحد بعد كده المايك مقفول اللي عايز يسأل سؤال لإيه اللي يكتبه في الشات او يعمل لي ريزهند فكده انا غيرت ترتيب الظهور بص بقى لما جعلت تاني طيب انا محتاج في الاول مساقط تدريب بتاعي عايز الناس كلها مركزة معايا المايك طبعا مقفول عند حضراتكو طول الوقت اللي عنده اي سؤال يسأله في الشات او يعمل ريزهند وانا حرد عليه في اقرب وقت فكده انا غيرت السيناريو اللي انا بشرح فيه وظفت الانيميشن على حسب اللي انا بقوله مش مجرد حاجات برصها ورا بعضها فدي الفكرة اللي انت تعرض اللي انت لازم تكون محضر سيناريو في دماغك والحاجة تظهر وتختفي على حسب السيناريو اللي انت بتعمله كأن فيلم انت بتخرجه فده من المهارات اللي لازم حضرتك تتعلمها كويس ونقدر بقى من هنا نتحكم بص بقى كمان يعني انا حطيت هنا الايفكت بتاعي اقدر كمان طبعا كل ايفكت بيبقى ليه تأثيرات طبعا لو جينا بقى بصينا في نفس الحاجات دي كلها كل الحاجات ده هيت لها برضو كلها تأثيرات تقدر اللي انت تجربها بنفسك الموضوع مش صعب الامفاسايز برضو الاجزت بتاعي وفيه اوبشنز كمان ظريفة اللي انا عندي هنا مور انترنز مور امفاسايز مور اجزت يعني الانترنز عندي هنا البيزيك انا لو جيت هنا دست مور انترنز هيجيب لي كمان اوبشنز كتيرة مستخبية اي اقدر اجرب ال اوبشن اللي انا عايزه اهو شايف هنا الشات هنا بيطلع من تحت الكريدت بيطلع بيشتغل زي الكريدت كده اي بومبرج بص بيجي يدخل كده الميزة كمان اللي هو ايه بيجيب لي على طول بريفيو فلوت تيب ستريبس اقول له هنا مثلا ايه عايزه اه زوم اهو سنتر ريفولف اه سبايرل ان فزي ما انت شايفين عندي هنا حاجات كتيرة اقدر اللي انا عملها سواء بقى للايه لو انا جيت هنا دست على الانترنز على الامفاسايز على الافكت وكمان عندي مور موشن باس الموشن باس الاساسية ايض لو انا دست هنا مور موشن باس بقى عندي حاجات بقى تانية حاجات غريبة كده بص كده السبايرل يعني انا جاي هنا خلينا هنا خلي ده سبايرل بص كده بيلف ازاي حوالين نفسه سبرينج زجزاج كيرفي ستار فعندي هنا حاجات كتيرة نيوترون عايز اعمل حاجة شبا نيوترون والبروتونز والكلام ده حوالين القلاية حوالين النيوكلوس فاقدر اعمل الكلام ده زي ما انا عايز دي كلها اوبشنز موجودة اقدر اوظفها زي ما انا عايز افرد اللي انا عايز اعمل افكت على الافكت يعني عايز اعمل اتنين واربعت يعني مثلا انا كل اللي انا اتكلمته ده اللي انا عندي ابير اللي هي الحاجة قصدي حتبدأ انترونز طب بعد الانترونز عايز اخليه يختفي فبمنتهى البساطة كده ممكن اعلم على واحد منهم واجي اقوله هنا اد انيميشن لو انا جيت غيرت الانيميشن دلوقتي هو الانيميشن بتاعته قبير لكن لو انا جيت خليت انفسيز الانيميشن دي هتختفي لان انا بختار له انيميشن واحدة لكن لو انا جيت من هنا قلت له اد انيميشن حبدأ اللي انا ايه ازود له انيميشن تانية وليكن مثلا عايز اخليه اللي هو يتعمله color pulse لو انا عايز حاجة زي كده او عايز اعمله مثلا grow shrink او grow shrink هيبدأ ايه كبر شوية ويصغر تاني طيب فانا كده زودت له انيميشن وبعد كده عايز احط له انيميشن كمان عايز احط له add animation وعمله ال exit بتاعه اللي هو مثلا يبدأ ايه يبدأ اللي هو يحصل له ايه زوم تانية بس كده طيب فانا كده عملت له ايه عملت له ال object ده دخول وخروج و emphasize طيب خليني كده ألغي بس الانيميشن التانية عشان نبقى احنا كده ايه عايزين نلغي كام 1 و 3 و 4 1 و 3 و 4 انا عايز بس اركز على 2 فحاجة انا ام جاي واحد انا واقم دايز دليت طبعا 3 اتغيرت بقت 2 فعايز الغي 2 وعايز الغي بعد كده كمان 2 التانية فكده بقى عندي 1 2 3 طيب لو انا جيت بقى شغلت الانيميشن بتاعتي جيت شغلت الانيميشن بتاعتي فجده ابص كده هو مش موجود لما اجا دوس اول enter او اول click هيعملي قبير تاني click اللي هي الانفصائز اللي هو بيعمل الزوم in بعد كده التالتة بقى هيعمل الزوم out ويختفي فكده انا قدرت اللي انا ارتب الحاجة بتاعتي واقدر كمان مع ترتيب الحاجة بتاعتي اقدر زي ما انا شايفين ابدل اي واحد فيهم بترتيبه بالتاني اقدر اخلي للتلاتة دول يشتغل ورا بعض يعني انا ممكن اخليه كده اجي اقول له هنا on click ده اول واحد بعد كده اجي التاني اقول له لا انا عايزه after previous بعد ما الاولاني يخلص وممكن كمان اللي انا خلي ال duration بتاعه طويل شوية او ازود الايه ال duration بتاع الاولاني واقدر كمان اعمل delay زي ما انا شايفين ده بيبدأ after previous لو انا جيت سحبته من هنا كده كده انا حطيت جاب ما بينهم مش هيشتغل وحيقعد فترة صغيرة ما بينهم اللي هو واحد وخمسة واربعين ثانية اقدر اكبر ال time ده وخليه مثلا ال effect حيشتغل لمدة اربع ثواني بس هيقعد الاول ثلاث ثواني فاضي واقدر اجي من ده اخليه after previous برضو بس بعد ما يعمل lag اللاج ده تقريبا برضو ايه ثلاث ثواني طيب يبقى انا كده عملت ايه انا كده خليت الاكشن الاول يحصل وبعد كده بعده بثلاث ثواني الاكشن التاني يحصل بعده بثلاث ثواني الاكشن التالت يحصل انا كده مجرد ما دوس هنا عرض انا حدوس بس click واحد واصبر هو كده دخل الاول واقعد الفترة بتاعته بعد كده ابتدى يكبر الاكشن التاني يشتغل لوحده بعد ال delay بعد كده سابهولي على ال delay وبعد كده ابتدى يختفي تاني فكده بمنطقة البساطة هقدر كمان ابرمج الانيميشن بالوقت والدخول اللي انا عايزه طب افرد عايز اكرر الانيميشن يعني انا دلوقتي عملت ده على المايك عايز اكرره على ال raise hand option ظريف موجود هنا اسمه animation painter animation painter ده زي فورمات painter اللي موجود في الورد حضرتك او عايز تعمل الفورمات او عايز تعمل copy الانيميشن فممكن ادوس على animation painter واجه اقول له كمان علم الكلام ده على ده فهيحط له كمان ثلاثة animation واجه اعلم على الانيميشن painter واجه اقول له اعمل لي ده كمان عليه وخلي بالك لو عملت double click على الانيميشن painter هيفضل شغال معك مش هيقفل لو عملت double click بص كده اهو دخلت على الشات دخلت على focus دخلت على الموبايل دخلت على السمايل دخلت على الساعة وحتى كمان لو فيه اي اي سلايد تانية لو انا جيت دخلت هنا مثلا وجيت الستار دي وقمت دايس عليها نفس الفكرة فزي ما انت شايف كده بدل ما كل مرة عايز تعمل الانيميشن وتبدأ تختار التلاتة وتصبت الوقت وتصبت كل حاجة لا انت بمنطقة البساطة انت عملت ده كل مرة واحدة فلو رجعنا تاني بقى للسلايد اللي احنا كنا بنعرضها اهي وجينا بقى شغلناها انا مجرد ما حدوس click واحدة بص طبعا انا مش هعرضها كاملة لان ده هياخد من وقتكم كتير وحيبدأ بعده التاني يشتغل بس طبعا انا عامل اللي هو on click فمجرد ما حاجة دوس على click حيبدأ التاني اللي بعده ويبدأ يشتغل لما ابدأ دوس على click التالت اللي بعده وحيبدأ يشتغل click الرابع اللي بعده ويبدأ يشتغل فاقدر بمنطقة البساطة ازبط الانيميشن بالطريقة اللي انا عايزة وبالسيناريو اللي انا عايزة فده كله اقدر اللي انا عمله من الانيميشن وخليني كمان اقولكو على توظيف للانيميشن يعني انا دلوقتي يفاكرين التايبل اللي انا كنت بعرضه لو انا دلوقتي عايز اعمل استرس الحاجة جوا التايبل وليكن الخلية دي فيها رقم مهم فممكن اعمل الكلام ده ازاي عن طريق الانيميشن بمنطقة البساطة كده بعمل انسرت وحاجة اعمل هنا شاب وحنقق شاب على قد الخلية بتاعتي بالزبط او ادي ادي على قد الخلية بالزبط بعد ما عملت شاب على قد الخلية بالزبط اعمل ايه اخلي الشاب ده اللون بتاعه الفيل بتاعه اصفر او اخضر او اي حاجة واجي هنا من الشاب بتاعي اقوم جاي على فورمات شاب اعمل راد كليك وانقق فورمات شاب واجي من هنا اتحكم في الترانسبيرنسي بتاعته اخليه شفاف بحيث اللي تحته يبان كاني عامل هايلايت على الخلية فكده انا عملته الترانسبيرنسي بتاعتي شفاف واجي حتى من الاوتلاين واقول له انا عايز بس ايه الجزء الشفاف ده فانا كده بقى عندي هايلايت على خلية معينة عايز اتكرر الكلام ده فاجي هنا ممكن اعمل دوبلكيشن فاكرين قلتلك دوس كنترول تاني كده هدوس كنترول وحرك ده بقى عندي دوبلكيشن هنا كنترول وبقى عندي دوبلكيشن هنا فبقى عندي الثلاث اماكن دول وليكن الثلاث اماكن دول هم الثلاث اماكن الحيوية اللي موجودة في التابل فحاجي هنا هاجي في الانيميشن واجي اقول له انا عايز ده مثلا يظهر له أبير وده يظهر له أبير وده يظهر له أبير او بمنطقة الضخطوة هيعمل اندو اهوت انا عندي حاجة هنا على ده واجي دوس هنا على ابيير وبعد كده اجي اقول له ادي اليميشن واجي اقول له بما اني عملت ابيير ممكن اعمل دي سابير وطبعا بقى عندي ده ابيير ودي سابير اجي من هنا واجي اقول له انا عايز ده زيه واخل له بصوا بقى دلواتي لم اجقرد البرزيتيشن بتاعتي انا دلوات عيندي هنا التيبل وطبعا عايز اكلمكم على الفاليو المهم اللي انا محتاج لانتطلع للنتيجة بتاعته وادوس ايه وادوس كليك مجرد ما دوس دوس كليك هو كده عمل ايه خلي اوجه نظر الناس للخلية اللي انا بتكلم عنها لان البونطقة البساطة كان يعمل لها هايلايت بعد كده اقوم دايس كليك تانية اختفق فبقيت بتكمل على بقية التابل عايز بقى النقطة التانية اللي اكلمهم عليها فاقوم دايس كليك تاني ظهر بعد كده اوجههم للبعدها اهم دايس كليك هيختفي كليك اللي بعده التاني ظهر فكده اقدر اعمل هايلايت على بعض الحاجات المهمة في وصة الداتا بتاعتي واقدر كمان مثلا انا اخلي ده اخلي ده مثلا وليكن مش شرط يكون سل انا ممكن اخليه كولم ان الكولم ده هو في تأثير مش عارف البرامتر بتاعي على الحرارة ولا على اي حاجة على حسب شغري فياجه اقول له انا عايز ده كده هوا واجه اخلي ده على ادرو اهو اني لاقي هنا اللي ده significant و non significant فزي ما انتم شايفين كده لما ارجع تاني للسيناريو بتاعي انا عايز اتكلم على الخلية هدوس كليك طبعا انا بابقى امرتب الترتيب بتاعهم الاول او عايز بعد كده ايه ادوس على ايه ادي كده عملي هايلايت على كولم معين وكده عملي هايلايت على رو معين فكده برضو ممكن استخدم الانيميشن دي اللي انا لو عايز اعمل هايلايت لداتا معينة برضو من ضمن الحاجات الموجودة هنا في حاجة عندي هنا تريجر طبعا بتاعي ازا كان كليك انا ممكن اعمل اخلي التريجر بتاعي حاجة معينة لما انا اعمل كليك على حاجة معينة يعني مثلا ممكن اخلي التريجر بتاعي للقبير ده لو انا دست على تيبل خمسة او على تيبل تمانية فمسلا ممكن اخلي التريجر بتاعي اللي انا ادوس على حاجة معينة فده كله هنا موجود عندي فده كده بالنسبة لجزء الانيميشن والترانزيشن واستخدامهم بكده انتهت تدريب النهاردة بشكر حضراتكم على حسن استماع وشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في تدريب جديد السلام عليكم